وفي صعيد آخر أنهى حاكم إقليم مندول عيسى الجدي جولاته التوعوية على ترسيخ السلام واحترام قوانين الدولة والتي شملت العديد من المقاطعات والمراكز الإدارية التابعة لإقليم مندول أدم حنف فاضل المزيد بهدف بسط السلام وتعزيز الأمن واحترام قوانين البلاد قد وصلت بئسة حاكم إقليم مندول عيسى الجدي إلى مقاطعة بحر سارا حيث التقى مع سكان المنطقة مقدما لهم رسالة السلام التي يصل بها أي مجتمع نحو التنمية وفي هذا الصدد قد استقبله أهالي المنطقة بحفاوة بالقة حاكم إقليم مندول عيسى الجدي قدم كلمة طلب فيها جميع أبناء الإقليم التحلي بالروح المواطنة التي هي أساس التقدم بكل أنواعه كما وصل إلى كل مركزي بيكيمبا وبيكوبين قد اجتمع مع جميع مسائل المنطقة مقدما لهم نفس الرسالة مطالبا أبناء المنطقة بالتنسيق مع رجال الأمن واختتمت زيارته بكل من مركزي إداري موروم فالي وقندي أيضا اجتمع مع مسؤولي المراكز الإدارية رغم أن الجدي مقدما لهم الوصايا وطالبا من الجميع امتسال الوطنية إلا أن أبناء الإقليم يعانون من شح المياه الصالحة للشرب وقياب المستشفيات إلى جانب نقص الموارد البشرية لأجل النهوض بالإقليم